عمر يقول عندي مشكلة جعلتني مع الحياة و اندماجي مع الحياة يكون صعب بسبب القلق على المستقبل يا عمر اندماجك مع النجاح تطليقك للكسل بذلك للجهد عملك و اجتهادك و سعيك هذا الامر كله يحقق عشرات الامور في حياتك و مستقبلك و لذلك توكل على الله عز وجل و لذلك يقول الله جل وعلا في اواء سورة البقرة من صفات المؤمنين قال يؤمنون بالغيب الله عز وجل يأمرك يقول لك انشوا في مناكبها و كلوا من رزقه اذا انتوكل عليه طلق فراش النوم و قم و اسعى ادرس و اعمل ابدل قصارى جهدك و اعلم ان الله لن يخيب ظنك فيه اما انعزالية الشاب و انعزالية عن الحياة و انعزالية فهذا يتعب كثير جدا لذلك الذي يعيش مثلا تجربة في حياة في البداية و يندمج مع اي عمل البعض من الشباب دائما اذا تحدث عن البطالة لا يعرف ان يتكلم عن الاندماج مع ظروف الحياة يعني هو يتكلم بطالة لانه يريد وظيفة راقية وظيفة راحة فيها و وظيفة كأن من يأتي مثل ابوه لامه يقعد و يقول له قم 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 القم الغده جاهز المصروف محول له اخر الشهر كسوة محولت له ما يعيش اي مسئولية اي شيء من الاشياء بعض البنيات الان في عمر كانت امها لما كانت في هذا العمر كانت تقوم بمسئولية بيت كامل و اسره كاملة اليوم مقادرة يعني تعالج مشكلة جوع يوم اليوم مشكلة الشاب و الفتاة اصبح ما يستطيع ان يعالج حتى مشكلة جوعة و الدليل ما ترى من الطلبات نجاح التطبيقات الموجودة خلونا نقول في فئات في المجتمع لا تستطيع ان تصل للمكان هذا لا تستطيع ان تذهب ان تأتي بالحاجة الفلانية لكن هناك فئة دمرها دمرها ذلك الامر حتى صار لا يعرف الشاب و الفتاة و لذلك يوم الايام يقولون ان المهر ما يكفي قلت صدقوني المهر يكفي كم المهر تابونها اربعين خمسين يكفي المهر لكن يا جماعة الخير الجيل اللي اليوم ها البنيات صارت ما تعرف تكاسر ولا تماكس ولا تعرف مع امها كيف يشترون السلع و غير ذلك او ينتقونها تطبيق قال الرقم الفلاني حطوا الرقم الفلاني انتهى هنا المشكلة الشاب نفس القصة يبقى يتزوج بكل ما يعيش من رفاهي او امور طيب تعال لذلك لما يدمجون في تحمل المسئولية و معرفة فنون الادخار و فنون التوفير و فنون الحياة سوف ترى صورا مختلفة جدا سوف ترى صور من حياة عكس ما يتوقعها الانسان لذلك كيف يمكن ان نحقق هذا الامر كله كيف يمكن ان نحققه فعلا بكل صراحة عندما يجد الانسان هذا الامر سوف تتأثر حياته سوف تكون عليه سلبية كبيرة جدا و لذلك نقول انطلق و ابدأ حياتك و لا تقلق و لا بد ان ننتبه ان هناك قلق اسمه القلق الايجابي القلق الايجابي لو لا هذا القلق ما نجح الطالب لو لا هذا القلق ما تحقق مراد التاجر لو لا هذا القلق ما تحقق عند المربي و عند الاب و عند الام لانه قلق ايجابي لكن القلق السلبي الذي يحبسك القلق السلبي الذي يمنعك القلق السلبي لا يجعلك تتكلم لا يجعلك تخالط لا يجعلك تخرج لا يجعلك تذهب لا يجعلك تصارع الحياة خليك تنهزم مرة مرتين ثلاث لكنك سوف تفوز في المرة الثالثة بإذن الله لا تقلق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واستعم بالله قال ولا تعجز لا تعجز لا يصيبك هذا بالعجز والضعف لا بالعكس التجربة الأولى قد ترسف فيها التجربة الثانية لكن سوف تقف بعد هذا بعد الثالثة بإذن الله عز وجل لذلك أنا أقول اندمج مع المجتمع مع الحياة ولا تقلق من المستقبل